بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسعوا علم الله اللهم اغفر ذنوبنا والسرعيبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا واعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيب أصلح لنا ولسائر المسلمين شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة سعادة أجمعين أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقضاء بشجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم بعلومهما في الدارين آمين فصل في صلاة الكسوف والخسوف صلاة الكسوف والصلاة الخسوف وهي الصلوات المسنونة التي يشرع فيها الجماعة يعني هو يريد أن يتكلم عن صلوات مسنونة شرعة فيها الجماعة فتكلم على صلاة العدين ثم بعد ذلك يتكلم على صلوات أخرى مسنونة وشرعت فيها الجماعة كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الخوف كما أنه تكلم عن صلاة قيام رمضان والترويح فهي أيضا صلوات مسنونة شرعة فيها الجماعة وهناك صلوات مسنونة لم يشرع فيها الجماعة زي الرواتب قبل الصلوات وزي تحية المسجد وزي صلاة الضحى لم يشرع فيها الجماعة وهناك خاينة عند الشفعية كل ما شرع فيه الجماعة يجوز منفردا وكل ما لم يشرع فيه الجماعة يجوز جماعة علشان لو صليت صلاة الضحى جماعة ما يجي لكش واحد يقول لك كده لا يجوز لا ممكن صحيح لم يشرع إلا أنه يجوز واضح فدي قاعدة مهمة فتحل لك إشكال كبير حيواجهك في أمور مع بعض الناس اللي مترسوش الفقه بطريقة واضحة فصل في صلاة الكسوف وصلاة الخسوف هي الحقيقة الكسوف بيطلق على كسوف الشمس والقمر فهي مشتركة والخسوف يطلق على الشمس والقمر أيضا إلا أنه في الاستعمال الفقهي عند الفقهاء ده من حيث اللغة أما من حيث الاستعمال الفقهي فالفقهاء يحبوا يقولوا الكسوف للشمس والخسوف للقمر ده في الاستعمال الفقهي أما في اللغة فالكسوف مشترك مع الخسوف والخسوف مشترك يعني ممكن تقول إيه خسفة الشمس وممكن تقول كسفة القمر لا شيء بهذا فهو مشترك إلا أن في الاستعمال الفقهي عند الفقهاء يخصون الكسوف بالشمس ويخصون الخصوف بالقمر كسوف الشمس صلاة الكسوف شرعت في السنة الثانية من الهجرة شرعت في السنة الثانية من الهجرة أما خصوف القمر صلاة الخصوف فشرعت في السنة الخامسة من الهجرة يقول المصنف والشارح رحمهم الله وصلاة الكسوف للشمس وصلاة الخسوف للقمر يبقى ده استعمال الفقهاء كل منهما سنة مؤكدة يبقى حكمها هي سنة ومؤكدة لأن النبي فعلها وحث عليه فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى في بعض السنة نحن قلنا لو فاتت تقضيها زي صلاة العيد لو فاتتك ممكن تروح بيتي تصليها منفرد طالما قبل الظهر قبل ظهر يوم العيد زي صلاة الترويح لو فاتتك جماعة تصليها منفرد ماذا كده بره وهي صلاة وكذلك صلاة الاستسقاء يمكن أن تصليها منفرد ويمhabtصليها جماعة فلو فاتتك جماعة تصليها منفرد لكن صلاة الكسوف إذا فاتتك لا تقديها لأنها متعلقة بوقت فإن فات وقت الكسوف يبقى مغلاش وقت واضح فهي متعلقة بوقت لأنها صلاة ذات سبب تفوت بفواته هذه التعليل بسبب عدم القضاء فإن فاتت هذه الصلاة لم تقضى أي لم يشرع قضاؤها عندنا طبعا يسن الغصل لصلاة الكسوف يسن الغصل لصلاة الكسوف ما ذكرهاش هنا لأن ده كتاب مختصر يسن الغصل لصلاة الكسوف ويخرج بثياب بذلة بذلة بكسر الباقي هكذا يعني ثياب تنقي أقدم ثياب عندك بخلاف صلاة العيد تطلع بأشيك ثياب عندك وأقدم ثياب عندك لكن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء تخرج بثياب بذلة لبيان الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى يبقى أقدم ثياب عندك تخرج بيه ولا يسن ليها كالجمعة مثلا إنك تعد تقصد وفرك وتحلق العينة وتنتفل قبط كل ده لصلاة الجمعة لكن الكسوف لو شغلت نفسك بكده حتضيع الظاهرة ويضيع وقت الصلاة طيب لا تشغل نفسك بهذا يكفي الغص وتلبس ثياب بذلة وتذهب إلى المسجد لتصلي صلاة الكسوف أو التصلي ويصلى لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين بعد الكتب قال لك ويصلي يعني المكلف المسلم لكن هنا مشكلها ويصلى أنت عندك مشكلها إيه؟ يصلي عمليات تحت نورة تحت يعني يصلي يعني المسلم وفي بعض الكتب كتب يصلى لكن هي الأحلى يصلي كده لو يصلي ركعتين أيوة 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 لشان كده هي حقها ويصلي فالتشكيل عندي خطأ كتبه ويصلى حتى لو كتب ركعتين لبقوبة ويصلى ركعتين او مثلا يجوز لأن ده مش مؤنس حقيقي فيجوز ما المؤنس الغير الحقيقي ما برضو مش مؤنس حقيقي هي الصلاة بتولد صلاة مش مؤنس حقيقي فيجوز وقال نسوتهم في المدينة ما قالش وقالت نسوة يعني على أي حال خليها هي ويصلي أحلى ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين يحرم بنية صلاة الكسوف يبقى الإحرام بنية أنها صلاة الكسوف ثم بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتح طبعا حقوق بعد الفاتحة وصورة قصيرة أو طويلة كان حقوق يقول كده فانت حقق تحط جدع علامة في الهامش وتزود لأنه آيل هنا بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة ويركع طب وفين الصوت صلاة الكسوف لها ثلاث كيفيات صلاة الكسوف وكذا الخصوف لها ثلاث كيفيات كيفية ركعتين كسائر ركعت زي ما بتصلي أي ركعتين هدي كيفية وإذا اختياره الأحناف عند الأحناف وعندنا الشيخ حنفي يعني ما يصلوهاش بركوعين وقيامين في كل ركعة عندهم دي صلاة ركعتين زي ما بتصلي صنة الفجر كده زي ما بتصلي فرد الصبح واضح ركعتين عادي دي كيفية وهي جائزة عند الشفعي أيضا والكيفية الثانية أن تصلي ركعتين كل ركعة فيها قيامين وركوعين كل ركعة يعني تقول الله أكبر وتقول دعالي استفتاح وأعوذ بالله من الشرطة المعجيب تقرأ الفتحة وصور يعني تقول الله أكبر وتركع وتقول سمع الله لمن حمد وعن تقرأ الفتحة وصورة تاني أيوة وبعدين تقول الله أكبر وتركع وعن تقول سمع الله لمن حمد وتسجد سجدتين وتقول تعمل الركعة الثانية زي ما يبقى هتصلي دي كيفية الأفضل عند الشفعية وإن كان الطريقة بتاع الأحناف جائزة أيضا عند الشفعية واجه لكن الصورة الأفضل لأنها ورد في الصحيح الأحناف قالوا إيه تخالف نظم الصلاة المعتاد ولا أن أخذها بأحديث أحد نظم الصلاة المعتاد ده متواتر فإحنا من غير أرش نظمه بحديث أحد ده رأي الأحناف يعني رأي وجيه ما يجرىش حاجة لكن الشفعي كان مذهبه إذا صح الحديث فهو مذهب طالما صح عن النبي بدأ اختياره فيبقى إيه بعد الافتتاح والتعاود يبقى ديك كيفية تانية إن كنت تقرأ تصلي ركعتين كل ركعة بقيامين وركعين تقرأ الفتحة وصورة قصيرة وإن تعرف القيام التاني الفتحة وصورة قصيرة والركعة التانية تعمل نفس الحكاية الكيفية التالتة وهي أفضل الصور أن تقرأ الفتحة وصورة طويلة بقدر صورة البقر في القيام الأول لأن ده فعل النبي الحديث في البخاري وفي مسلم وفي الترميزي وابي داود حديث فعله النبي يعني مروا في كتب السنة المعتبر قرأ في القيام الأول صورة البقر في القيام التاني صورة ألا عمران في القيام التالت قرأ صورة النساء في القيام الرابع صورة المائدة أنا عملتها مرة واحدة في قايد باي كان كسوف القمر وحيستمر خمس ساعات من منتصف الليل إلى طروع الفجر فكت فرصة بقى فروحنا أعلننا وقولنا للناس يا جماعة اللي أولوا شرط أخرونه واللي عايز يأكل يروح يأكل واللي عايز يتوضى واللي عايز يعني يدخل الحمام يدخل الحمام واللي عايز ياخد دوايا ياخد دوايا وبعدين تانوي عشان إحنا حنقرأ صورة البقرة والعمران والنساء والمائد يعني حنقبض عليك الله هو أكبر مش هنخلص الأبعد أربع ساعات إلى خمس ساعات فعملناها الحمد لله وربنا مكننا لكن لقيت إيه إن الوقت خلاص الفجر هيخش فروحنا اكتفينا من صورة المائدة بمئة آية اختصرنا يعني جينا في الآخر رحنا مختصرين مواخد بالك فالحكاية سهلة يعني سهلة مش متعبة والله وفي ناس قلنا لهم اللي هو مثلا عنده فروستاتا ولا حيجيله مثلا بوليت زنئ فيه ولا حاجة ينوي المفارقة ينوي المفارقة ويتم الصلاة قصيرة ويروح يجدد ودوء وخلاص الحكاية سهلة فهمنا الناس يعني الحكاية لكن النبي فعلها بازيل كافية ده مش كده وبس ده ما كانش يقرأ صورة البقرة بس ده يركع نحوا من قيامك يعني كان يفضل يسبح في الركوع قدر مية وخمسين آية من صورة البقرة في الركوع الاول وفي الركوع التاني قدر مئة آية من صورة البقرة والركوع التالت قدر خمسين آية من صورة البقرة والركوع الاخير قدر خمسين آية من صورة البقرة عشان تشوف ايدين اقبال النبي على العبادة صلى الله عليه وسلم المهم ان دي الكيفية التالتة يبقى عندنا تلت كيفيات لصورة لصلاة الكسوف كيفية الاولى ركعتين كسائر الركعتين الركعات ديو دي لاختيار الاحناف الكيفية التانية تقرى الفتحة وصورة معتادة مش مهم التول بقى تجيب صورة ياسين تقرى مثلا صورة الصفات ماشي حالك صاد الزمر ماشي حالك على طول واخد بالك طيب الصورة التالتة اللي افضل الصور اذا كانت الظاهرة حتحتاج تشمل ساعات طويلة يبقى تستغرق الظاهرة كلها في الصلاة تقوم ايه تصلي بقى ايه بالبقرة والعمران والنساء والمئدة دي افضل الصور يبقى بعد الافتتاح والتعوذ يقرأ الفاتحة قلناه صورة قصيرة او طويلة عشان تجيب بقى الصورتين تقول قصيرة او طويلة ثم يرفع رأسه من الركوع ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة ثانيا وصورة قصيرة او طويلة طبعا كلمة يعتدل دي يعني طبعا فيها تجاوز كان حقه يقول ثم يقوم لان الاعتدال يكون ما قبل الركوع السجود ما قبل السجود انما القيام يكون ما قبل الركوع اش كده برضو فكان حق الشيخ يقول هنا بدلا ما يقول ثم يعتدل كان حقه يقول ثم يطوم ليه لان مثلا اوه يقوم علشان هو ايه ده غاية الاختصار ما انا ااخد بال ده غاية غاية الاختصار فهو عايز يجيب لفظ واحد لان احنا بنتكلم في كتاب اسمه غاية الاختصار فهو يريد ان يختصر لكن على اي حال الشيخ قال يعتدل من باب المشاكلة لانه في القيام التاني حيبقى بيعتدل فجابه من باب المشاكلة نلتمس له العذر واخد بالك ازاي ففيها نوع من التسمح لكن الدقة تقول ثم يقوم لان احنا عايلين القيام ده حال قراءة الفتحة وهي والصورة مش كده برضو لكن عند سامع لو محرس معتدال مش كده برضو طيب ثم يعتدل انا عايز اعلمك ازاي تقرأ بدقة عشان تعرف تعلق على كل كلم احنا مشايخنا علمونا كده يقولك تقرأ حرف حرف وكلمة كلم وتدقق على كل كلم انما اللي بيقرأ بالكون دي اسمها ثقافة مش علم بقى يبقى ده مثقف لكن مش عالم العالم بقى يدقق على كل كلمة كويس وإحنا بنقول ده رواق ازهري فلازم تتعلم الازهرية يعدوا دقاء على كل كلمة وكل حرف ادي ميزة العلم الازهري ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة ثانيا في القيام التاني طبعا وصورة قصيرة او طويلة ثم يركع ثانيا اخف من الذي قبله لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف صلاة يقولك ركوعه نحوا من قيامه فإذا كان قيام طويل يبقى ركوعه طويل زي ثم يعتدل ثانيا اه يعتدل هنا حلوة في مكانها بقى لان بعد الركوع التاني ده حيسجد بقى واضح؟ يبقى يعتدل هنا جهت في مكانه ثم يعتدل ثانيا ثم يسجد السجدتين بطمأنينة في الكل وهل يطيل ايضا في السجود؟ ولا لا بقى وجهان في الشفعية واللي رجحه الامام النووي انه هو يطيل في السجود ايضا واخد بالك اطالة قريبة من ايه؟ من الركوع ثم يصلي ركعة ثانية بقيامين وقراءتين وركوعين واعتدالين معادة ايه؟ معادة دعاء الافتتاح مش كده برضو؟ معادة الافتتاح ده في الاولانية بس يبقى لازم تاخد بالك اما يقولك ثم يصلي ركعة ثانية يعني بدون دعاء الافتتاح تبقى انت فاهمة كده ضمنا يعني لان الشيخ بيكلم ناس علما وهذا معنى قوله في كل ركعة منهما قيامان يطيل القراءة فيهما كما سيأتي العجيب ان انا عدت ادور هو حيأتي يقول ايه بعد كده؟ ما قال صح؟ والاولى اسقاطها لانه لم يأتي تكتفوا يا كده كما سيأتي الاولى اسقاطها لانه لم يذكر شيئا بعده احنا عدتنا نمسكها وقلب 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 وجبت طبعة تانية هو قال حاجة ما جابش سريتها لما خلص وهي كما سيأتي حياتي امتى فيبدو ان هو كان الافضل انه كان يبدو ان هو هو بيصنف كان ناوي يجيب حديث البخاري وبعدين نسي يعني هو كان ناوي فعلا كما سيأتي وناوي وبعدين مع زحمة التأليف والحياة خلص صلاة الاستسقاء وقلب على الصلاة اللي بعده ومشي فيبقى الاولى اسقاطها كويس؟ ها؟ ما احنا احنا زاكرت قبل كده؟ ده قتل ده هنا بيقول سيأتي وإحنا خلصنا اللي فات هو الاولى اسقاطها وبعدين بصتت في كتاب البيجوري الحاشية لقيت الامام البيجوري كانت بكده برق هو الاولى اسقاطها لانه لم يأتي كانت بكده في الحاشية برق وفي كل ركعة ركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود فلا يطوله وهذا احد وجهينه لكن الصحيح اللي رجحه الامام الناوي انه يطوله نحو الركوع الذي قبله ده في السجود واضح؟ طيب ويخطب الامام بعدهما يبقى صلاة الكسوف والخسوف صلاة ركعتين لها هيئة معينة وبعدين بعدها خطبتين زي خطبة العيد والجمعة بس خطبة الجمعة تبقى قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة وكذا صلاة الكسوف وكذا صلاة الاستسقاء خطبتها بعدها وهذا احد وجهين لكن الصحيح انه يطوله نحو الركوع الذي قبله ويخطب الامام بعدهما اي بعد صلاة الكسوف فالخسوف خطبتين كخطبتين الجمعة في الاركان والشروط ويحث الناس في الخطبتين على التوبة من الزنوب وعلى فعل الخير من صدقة وعتق ونحو ذلك تختص الخطبة طبعا بجماعة الزكور بجماعة الرجال طب افرد ستات لموا بعضهم وصلوا جماعة في الكسوف يبقى ما لنومش خطبة يبقى تختص الخطبة بجماعة الرجال فان كان هناك جماعة نساء فلا خطبة وكذا المنفرد لا خطبة يبقى الخطبة تختص بجماعة الرجال ويخرج المنفرد وجماعة الإناث واضح طيب ويسر بالقراءة في كسوف الشمس طب صلاة كسوف الشمس صلاة نهارية والقاعدة عند الشفعية ان كل صلاة نهارية سرا وصلاة خسوف القمر ليلية وكل صلاة ليلية جهرية يبقى القاعدة عند الشفعية صلاة الكسوف لكونها نهارية تكون سرا وصلاة الخسوف لكونها ليلية تكون جهرا وله أن يجهر في موضع الإصرار افرد هي صلاة سرية الكسوف صحيحة وانت ناوي تطول ثم والناس حتنام وراك وانت قاعد بتعرى والناس وراك نايمين يبقى يجهر بقى لو أردت الإطالة ولو كانت نهارية حتى تذهب الملل من المأمومين فيسمعه واضح وهذا مذهب الأحناف الحنابلة أنه هو يجهر فيها سواء سرية سواء نهرية أو ليلية مذهب الحنابلة يعني لو صليت وراح الحنبلي هيجهر في صلاة الكسوف ويجهر في صلاة الخسوف واضح ويسر بالقراءة في كسوف الشمس ويجهر بالقراءة في خسوف القمر وتفوت صلاة كسوف الشمس بالانجلاء طالما انجلت الشمس ما بقاش فيها الكسوف يبقى فات وقتها خلاص بالانجلاء للمنكسف وبغروبها كسفة أو انها تغرب وهي لسه كسفة يبقى دخل وقت تسفى الله في المغرب واضح وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وتلوع الشمس خسوف القمر برضو تفوت بالانجلاء وبتلوع الشمس طب افرد القمر ظل منخسفا بعدما صليت الفجر في اول وقت ولسه فيه اثر الليل ما اشركت ما طلعتش الشمس لك ان تصلي صلاة الخسوف في هذا الوقت لان ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس ملحق بالليل حكما ملحق بالليل حكما فدي حتة مهمة تأخذ بالك من واضح لا بتلوع الفجر ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة يبقى وتفوت صلاة خسوف القمر بالانجلاء وتلوع الشمس لا بتلوع الفجر لان تملي تلوع الشمس بعد بتلوع الفجر ولا بغروبه خاسفا فلا تفوت الصلاة طيب لو اجتمع كسوف وجنازة ايهما يقدم تقدم الجنازة للإسرع بالدفع ماذا كده بردو طيب لو اجتمع عيد وجنازة وجنازة تقدم الجنازة طيب طيب لو اجتمع كسوف وفرد وانا لو صليت الفرد ممكن الكسوف وقته يروح يبقى ان كان الفرد وقته متسع اقدم الكسوف لان احنا قلنا نقدم المضيق على المؤسع القاعدة كده نقدم المضيق على المؤسع افرد ان الشمس هتنكسف الساعة اثنين الدهر وحيشوق هتروح الكسوف الساعة اربعة والمغرب الساعة خمسة اقوم انا صلي من اثنين لاربعة الكسوف وبعدين بعد ما خلصها اروح نصلي العصر عندي وقت اجيب العصر قبل المغرب بساعة قد تبقى لك ازاي مش يجي بقى واحد جاه وانت في صلاة الكسوف يقولك العصر ادن العصر ادن خلصوا صلاة ويعمل لك قلق في المسجد يبقى دول جاهلة حتى لقيهم كتير اخد بالك الجاهلة دول كتير قوي وبعد الكعب اللي فيه بتاخد بالك منه لكن انت الاحسن تعلمهم قبل ما تخش في الصلاة قبل ما تخش في الصلاة تروح ايليهم الاعلان ده تعلمهم للناس لما تتعلم بتبقى حلو طب لو داقى وقت الفرد قلت ما الفرد طبعا قولا واحدا بقى المغرب وقته ديق المغرب وقته ديق ما ينفعش بقى ايه المغرب ادن اروح انا نشغل بصلاة الخصوف طب ما العيشة هتدن تضيعلي المغرب يا رجل صلي المغرب لان وقته مضيق اخذ بالك طيب طيب كسوف ولا وتر يقدم الكسوف لان الوتر وقته واسع وقته مواسع من العيشة لحد الفجر يبقى انتوا بقيتوا فقهاءه فهمت بقى المسألة فلازم يبقى عندك الحس الفقه ده اللي بيه تعرفه تمشي امورك فصل في احكام صلاة الاستسقاء والاستسقاء طلب السوق طلب السوق شرعت في السنة السادسة من الهجر ويبدو ان هي كانت مشروعة في الامم السابقة لان ربنا يقولوا اذا استثقى موسى دي قوم يبقى شرعت في الامم السابقة بدليل لكن احنا ما خدناهاش من شرع من قبلنا احنا خدناه من فعل نبينا مش كده برضو من شرع من قبلنا وان كانت موجودة في شرع من قبلنا ويجوز الاستسقاء بمطلق الدعاء فقط كويس او بالقنوط في الصلوات الفرائد لانه شدة في الركعة الاخيرة في الصلوات ويجوز ايضا بصلاة للسسقاء اللي احنا ايه هنشرحها الوقت يبقى يجوز للسسقاء بعدة طرق بالدعاء على طول كده يا رب تسقينا وتدعي من غير ما تعمل صلاة ولا حاجة زي ما النبي عمل في صلاة الجمعة وووقف يخطب الجمعة وقال له الرجل الاعرابي وقال له ان احنا ايه جوعنا وعطشنا وكدت البهاء امتهلك حديث البخاري فالرسول صلى الله عليه وسلم وكان السماء صح وليس فيها قزعة يعني قطعة الصحاب فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا فامتلأت السماء صحاب ومجرد النبي نزل ايده المطر نزل المطر نزل مع ايد النبي صلى الله عليه وسلم وفدل مش كده نزل حد الجمعة iversary نفس الرجل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة وهو هو الرجل يا رسول الله غرئنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم حوالينا لعلينا حوالينا لعلينا وأشارا فإخلى السحاب زي الحلقة حول المدينة فبقى المطر حوالين المدينة وليس عليها وده يدلك على أن النبي من أهل التصريف الأكوان يشير للسماء تونتر يشير للقمر ينشط يشير للشجرة تجيله على ساقن دي الأقدم يبقى النبي لو التصريف في الأكوان وقلنا احنا في صلاة ملك الملك في الصلوات اليسرية ما تقرى صلاة ملك الملك في الصلوات اليسرية تلاقي بينا أنه لو التصريف في الأكوان ولو التصريف في الشرع ولو التصريف في يوم القيامة بالشفاع ولو التصريف في الجنة برفع درجات من دخله صلى الله عليه وآله وسلم نقدم نقدم لا على حسب برد على حسب الوقت يعني لو صلاة العيد ستأخذ عشر دقائق وصلاة الكسوف عايزة ساعتين يبقى نجيب العيد ونخذش بالكسوف بعده واخد بالك ازاي بس على حسب الوقت أيوة لا النبي صلاة في المسجد صلاة في المسجد ولكن صلاة في المسجد لكن صلاة في المسجد لا احنا ما قولناش ان هم يعملوا كده النساء لكن لو فورا ان مجموعة من النساء صلوا مع بعضهم ما فيش خد لكن احنا بيش بقولوا ان النساء يصلوا لوحدهم لا طبعا طبعا ما طول عمر النساء بيصلوا في مسجد النبي خلف الرجال طول عمر الدنيا يستحاب ايوة طبعا زي بقي الصلوات ما هو ما كانوا بيحضر لكن لو واحدة بفتها او واحدة ببيتها ما تقدرش تخرج للي عزر يبقى تصلي ببيتها منفرد فصل في احكام صلاة الاستسقاء شرعة احنا قلنا صلاة الاستسقاء دي في السنة السادسة من الهجرة اي طلب السقية من الله تعالى وصلاة الاستسقاء مسنونة حكمها ايه بقى صلاة الاستسقاء سنة السؤال بقى امتى تكون واجبة اللي يجاوب على السؤال ده يبقى جدع صلاة الاستسقاء سنة ايه شفت الجدع ده او شيخ شيخ مظبوط اذا امر بها الامام لوجوب طاعته صارت واجبة احشب الامام احشب الامام الامام او نائبه ان شاء الله امام المسجد انت نائب الامام الامام او نائبه كويس اذا امر بها يبقى يتصير واجبة لامر الامام واضح لان ليه مندرجة تحت وجوب طاعت الامام ولو قلنا كده الوقت يقول لك حكم علماء سلطة حاجة غريبة والله ما لا اعزنا فوضى ايه ايه فاذا امر بالمستحب صار واجبا واذا نهى عن بعض المباح صار محرم شوف قد ايه الى هذه الدريقة له ان يقيد المباح ايه اي طلب السقية من الله تعالى وصلاته الاسقاء مسنونة الا ان يأمر الامام بها فتصير واجبة لوجوب طاعة الامام يبقى لازم تبقى ايه في ذهنك هذه المرات تكون واجبة تكون مسنونة المين لمقيم ومسافر وحر وعبد وذكر وانسا كمان ويه عند الحاجة عند الحاجة يعني عند وجود جفاف عند الحاجة للماء يعني احيانا حتى لو المية صارت ملحة افرش موضع من المواضع كانت المية بتاعتنا عزبة فبس سنة الليها بقت ملحة يبقى نصلي للسقاء بقى ان ربنا جعلنا عزبة تاني واخد بالك ايه بقى ايه وكذا عند الحاجة اليها عند بعض طوائف المسلمين فلبقية المسلمين ان يصلوا من اجلهم يعني افرد ان في جفاف مثلا في بقعة معينة من بلاد المسلمين بعيدة عن مصر والناس بتعاني من العطش يسن الاهل مصر او اي اهل بقعة من المسلمين في مكان ما يصلوا استسقاء لي اخوانهم العطش وابع لان المسلمين كلهم كجسد واحد كطع واحدة هم الاستعمار اللي فرقنا وقسمنا لكن احنا ما زلنا ام واحدة عند الحاجة من انقطاع غيث او عين ماء ونحو ذلك ونحو ذلك زي ايه يعني تحول الماء العزب الى ملح الى ماء ماله ده برضو ممكن يحصل يقال في الاثر ان كان ربنا لما خلق سيدنا ادم ونزله في الارض كان كله ماء عزب وكانت الحيوانات المفترسة تأنس بابن ادم ما تفترسوش تعد جنبه وتأنس به حتى قتل هابيل اخوه حتى قتل قبيل اخوه هابيل فلما قتلوا صار معظم الماء ملح وصارت الحيوانات المفترسة لا تأمن لابن ادم فتغير الحال ده في الاثر يعني ما تقرأه في البداية ونال ابن كثير والحاجات الله اعلم يعني اه محرما اه لوجوب طاعة الامام لانتظام حال المسلمين مباح يعني الامام قال لك وانت ماشي في الشارع وسائق العربية لما ترأي النور لا خضر امشي لما تلاقي النور لا احمر اقف يا سائق انت اصلا المشي في الشارع ده مباح مش كده برضو هو قيد لك المباح قال لك اما تلاقي النور احمر اقف يعني لو مشيته النور احمر يبقى حرام شرعا واخد بالك ويبقى لو قتل انسان وماشي والنور احمر يتحمل ديته كامل يدخل فيها شبل عام يعني مش هتبقى خطم احد هتبقى يدخل فيها شبل عام فتبقى فيها دية مغلظة شوف قد دي ايه؟ مع ان اصلا المشي في الشارع حالات مباح في اي وقت شوف قد دي ايه؟ لما جابها الامام قال لك كذا يبقى خلاص قال لك مثلا برضو ان الشارع الفلاني ده ارتفاع المساكن فيه ما يزادش عن 15 متر فجيز انت طلعت دورين او 3 ادوار زيادة حرام ويبقى لو بعتهم الفلوس دي حرام رزق حرام تعرف الناس لو تعرف كده؟ ما كانوش بخلف التنظيم لانه بخلف التنظيم بيتلاعب متصور ان التنظيم ده منزلش في القرآن وطالما ما انزلش في القرآن لا القرآن جاء بطاعة قولي الامر وامر قولي الامر ان يختاروا من الاحكام ما ييسر على الناس ما عيش فلما ييجي بتوع التنظيم يدرسوا ساعة الشارع ويدرسوا كمان المواسير المية ساعتها ايه؟ والصرف الصحي قدرته ايه؟ ويحسب الكسافة السكانية في كل حي فيقولك ما ينفعش انك انت تعمل عمارة اين عشرة دور اولا الشارع حيتسد بعربيات الناس لسكان لانه الشارع ديق ثانيا حيبقى ده ضغط شديد على الدائرة الكهربية للحي فحينقطع عن الناس وحيبقى ضغطة ايضا على المجاري فحتطفح في الشوارع وضغطة على المية فتنقطع كثيرا وكده حتنكد على بقية خلق الله يبقى عليك تلتزم يبقى لو تلعب ادوار زايدة وباعها رزق حرار اللي اشتراها اللي اشتراها مضطر اذا كان اللي اشتراها مضطر لكن اللي انشأها حرار شفت انت بقى الفقه الاسلامي ينظم معايش الناس ازاي ها لان هو ما يعرفش كده ده هو ممكن بيبقى حج وعامل تمام وراجل طيب ويبيع الحاجات للأدوار الزيادة دي ويتصدق بالنها كمان ويبني جامعه كل حاجة لانه جاهل بالفقه هو متصور انه خالف نظام تنظيمي ما خالفش ربنا ده خالف نظام في التنظيم بس لكن انتبنى عليه مضار شديدة كثيرة واخد بالك فلازم المسلمين يتعلموا ان دنهم مش مسألة صلاة وصيام ويتكف الحرامين واداء زكاة وخلاص لا كل فعل من الامور المباحة التي تؤدي الى ضرر عام يكونوا حرامة واخد بالك واحنا عندنا من الافعال اللي هي تؤدي الى ضرر وفعل مباح انك انت تتعدى حتى على هواء الشارع هواء الشارع انه يعمل بروز يأذي الناس ويأذي جارهم تم مضحرة وهكذا يبقى ايه لما يجي الشارع الشريف يأمرك بتاعت قولي الامر يبقى تطيع في الصحة تعليمات وزارة الصحة وتطيع في المرافق تعليمات ايه بتوع المرافق والطرق وتطيع في التنظيم تعليمات بتوع التنظيم وتطيع في المرور تعليمات بتوع المرور لان كل دول قولي الامر في الايه في الاماكن المختلفة واضح بش قولي الامر وحسن برك وخلاص مداخل طورة واخد بقى لا مش المسألة كده لا تكن ضيق الافق لابد ان الحياة تنتظم وتنتظم حياة الناس فالمهم خلينا احنا هنا ناخد بالنا منه يبقى من انقطاع غيس او عين ماء ونحو ذلك وتعاد صلاة الاستسقاء افرئ انت صلت الاستسقاء ولسه ما امطرتش السماء تعيدها مرة واثنين وثلاث ما يجرىش حاجة زي الاستخارة ممكن تعيدها مرة واثنين وثلاث لحد ما تشوف ربك ايه كتب لك ايهما افضل تعاد على سبيل استحباب واكثر من ذلك وان لم يسقوا حتى يسقيهم الله فيأمرهم ندبا الامام يعني ونحوه بالتوبة يبقى قبل صلاة الاستسقاء الامام يأمر الناس بالتخلص من اسباب عدم قبول الدعاء واسباب القحط واسباب القحط المعاصر فيقول له الامام يحس الناس على التوبة الاول ويلزمه من امتسال امره كما افت به النووي والتوبة من الذنب واجبة امر الامام بها اولا الا ان الامام لما يأمر بها تكون واجبة على الفور ولو لم يأمر بها الامام فهي واجبة في الجملة واضح والصدقة يأمر بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم للعباد ومصالحة الاعداء وصيام ثلاثة ايام متتالية كل دي عشان لما يروحوا يصلوا يكونوا اهلا لقبول الدعاء رابع يوم بعد ما يكونوا صاموا ثلاثة ايام وتخلصوا من المظالم وتابوا الى الله وتصدقوا وعملوا كل ده يخرج بهم بقى اليوم الرابع يصل بيه وصيام ثلاثة ايام قبل معاد الخروج فيكون به اربعة ايام لو صامت ثلاثة ايام دي عالنزر او قضاء صح كويس او كفارة ها ليه لانه هيحضرها البهاين مش صلاة اللي بيجيبها البهاين ويروح اتشان ارخ ما دي من الصلاوات اللي بتجيب معاك بيها البهاين وتجيب معاك الاطفال فيبقى دي صلاة في الخلال ثم يخرج بهم الامام خد بالك ان الصيام اللي حيأمر به الامام ده صار صيام فريضة يبقى واجب تنجيث النية تحتها دقيقة خد بالك من لما الامام قال للناس صوموا ثلاثة ايام وربع يوم حنخرج نصلي استسقاء صار هذا الصيام ايه واجب والصيام الواجب ايه يشترى فيه تبيت النية قبل الفجر واضح فاخد بالك من حتة دي قل من نبه عليك ثم يخرج بهم في اليوم الرابع صياما غير متطيبين ولا متزينين يخرج بقى ايه في حالة افتقار ففي زينة ولا في طيب ويلبسوا ايه اقدم ثياب عندهم ولو المقطعة ولو المرقعة شوف هده ايه لان كل ده للاختقار بل يخرجون في ثياب بذلة بموحدة مكسورة وذا المعجمة ساكنة وهي ما يلبس من ثياب المهنة وقت العمل ويخرجوا في حالة استكانة واستكانة ايه خشوع وتضرع يعني خضوع وتزلل ويخرجون معهم ايه الصبيان الصغيرة لان الصبيان لا ذنب لهم مش كده برضو فيرجى قبول دعائهم بسببه والشيوخ والعجائز طب ليه لان دعائهم اقرب للاجابة لرقة قلوبهم وضعفهم والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انصرونا بضعفائكم وايه اللولة شيوخ ركع واطفال ردع وبهايم ردع لصب عليكم ونعدبه صب مش كده برضو يبقى يخرج بالصبيان والشيوخ والعجائز والبهائم لان ربنا رحمته عامة واخد بالك لدرجة انه ورد في الاثر ان سيدنا سليمان خرج استسقي فوجد نملة نمت على ظهرها ورفعت رجليها وقالت يا رب لا تقتلنا وانت ترزقنا فقال للناس خلاص رجعوا ربنا حيرزقنا حيمطلنا عشان النملة دي استجاب خلاص ده مبوارد يعني في الاثر عن سيدنا سليمان ويصلي بهم الامام او نائبه ركعتين كصلاة العيدين جماعة زي صلاة العيدين يعني فيه كيفية من الافتتاح والتعوذ والتكبير يعني والتكبير قبل التعوذ نعم لان الواولة تقتدي الترتيب ماذا كده برضو؟ فيه كيفية من الافتتاح يعني بس تختلف عن صلاة العيد النية في صلاة العيد بتنوي سنة العيد وين بتنوي سنة صلاة الاستسقاء والتعوذ والتكبير سبعا في الركعة الاولى وخمسا في الركعة الثانية برفع يديه والجهر فيهما برضو ثم يخطب ندبا خطبتين بعدها بعد صلاة الاستسقاء يخطب خطبتين كخطبتين عيدين الا انه هنا يجوز تقديم الخطبتين على الصلاة بخلاف العيد هنا يجوز لكن الافضل تأخير الخطبتين على الصلاة فيفتتح الخطبة الاولى بالاستغفار تسعا انت في صلاة العيد بتستفتتحها بالايه بالتكبير تسعا هنا هيحط الاستغفار في مكان التكبير والخطبة الثانية سبعا وصيرة الاستغفار استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيومة واتوبه اليه دي صيرة ايه قالها الشارح لكن اي صيغة في الاستغفار تبدأ ولو استغفر الله بس يبدأ وتكون الخطبتان بعدهما ايه ركعتين ويحول الخطيب رداءه فيجعل يمينه يسار وعلى اسفله ويحول الناس اردياتهم مثل تحويل الخطيب ويكسروا من الدعاء امتى يحول رداءه احنا ما بندعي في خطبة الجمعة بندعي الامام بيدعي وشه للمأمومين يعني مستدبر القبلة لا في صلاة الاستسقاء بقى بعد ما يخلص الخطبة التانية يتحول الامام الى القبلة يدي داره للمأمومين ويقلب ثوبه تيمنا بان الحال يتقلب ويبقى افضل وانا النبي فعل هل ثم يبالغ في رفع يده ويدعو والنبي كان يبالغ في رفع يده حتى يرى بيضه ابطيه وبعدين يدعو متوجعا للقبلة وخلف المصلين واضح يبقى وقت تحويل الرداء امتى عندما يتحول للقبلة بعدما يقارب من الانتهاء من الايه من الخطبة الثانية ويكسر من الدعاء سرا وجهرا يعني يسر شوية ويجهر شوية عشان الامام طبعا عطشان وتعبان وكلهم تعبانين فيمكن ما يقدرش يجهر طول الدعاء فيسر شوية فاذا أسر بالدعاء الناس تسر بالدعاء خالف واذا جهر بالدعاء الناس تقول امين واضح فحيث أسر الخطيب أسر القوم بالدعاء وحيث جهر أمنوا على دعاءه ويكسر الخطيب من الاستغفار ويقرأ قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وفي بعض النسخ نسخ المتن زيادة ويبعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محط ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم على الضراب والآكام الضراب اللي هي الجبال الصغيرة يعني والآكام اللي هي برضو الأماكن المتكون فيها التراب ومنابت الشجر وبطون الأودية اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا هنيئا يعني يسهل تنوله مريئا هنيئا يعني يسهل تنول مريئا يسهل تنول وهنيئا يعني فيه ثمرة مريعا يعني ايه يعني يكسر من الرخاء صحا يعني كثيرا وفي رؤية عاما يعني عم البلاد غدقا طبقا يعني كافيا مريعا مريعا تنفى عليها وفيه كمان مربعا يعني وارد يعني طبقا مجللا دائما الى يوم الدين اللهم اسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين يعني اليائسين اللهم اننا بالعباد والبلاد من الجادي والجوع والضنكي ما لا نشكو الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الزرع وانزل علينا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم اننا استغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا ويغتسل في الوادي اذا سال لو نزل المطر يبقى يغتسل فيه اذا سال تبركا لانه ماء مبارك ويسبح للرعد والبرك يعني يقول سبحانا الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ولما يشوف البرك يقول سبحانا من يريكم بركة خوفا وطمع مثلا واحنا عارفين ان ايه اول مطر في السنة يسنن الانسان يخرج يعرض جسده ليه اول مطر في السنة اول مطر يقف في الضل لا بقى تخرج بقى خليه ينزل عليك كده وتفرح به ويجي على جسدك لانه مبارك وتكسر من الدعاء انتهت الزيادة وهي لطولها لا تناسب حال المتن من الاختصار والله اعلم هنتكلم على صلاة الخوف النهاردة عشان نخلص بقى يا ابواب الصلاة للمرة فصل في كيفية صلاة الخوف وصلاة الخوف شرعة في السنة السادسة من الهجر وانما افرد المصنف عن غيرها من الصلاوات بترجمة لانه يحتمل في اقامة الفرد في الخوف ما لا يحتمل في غيره وصلاة الخوف انواع كثيرة اللي ورد عن النبي في كتب الحديث ستشر نوع ستة عشر نوعان لما تجمع كل الاحديث الوردة في صلاة الخوف وصلاة الخوف انواع كثيرة تبلغ ستة اضرب كما في صحيش مسلم اقتصر المصنف منه على ثلاثة عدرب بقول الامام الشافيه اختار اربع عدرب على فترة بس المصنف اقتصر على ثلاثة احدها ان يكون العدو في غير جهة القبلة يعني افرد العدو في غير جهة القبلة يعني ادي مثلا ايه العدو بتاعنا احنا الابلة كده الابلة بتاعنا ينوب علشان اواجه العدو لازم ابا مستدبر القبل كويس نعمل ايه في السورة دي احدها ان يكون العدو في غير جهة القبلة وهو قليل والعدو ده قليل وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو يعني ايه يعني العدو اللي قدامي ده الف كويس وانا المسلمين عددنا الف يبقى خمسمية واجه الف شكده برضو خمسمية واجه الف شكده برضو مطلوب كده الواحد بتمية شكده برضو يبقى في الحالة دي العدو اللي قدامي الف وحنا الف يبقى عندي خمسمية قادرين على المواجهة مأمورين بالثبات يبقى خمسمية واجهه وخمسمية ايه يصلوا متوجهين القبلة تهمتني ازاي لان انا سايب قدامه خمسمية يقدروا رجل واحد يواجه اثنين واضح ادي معنى ايه وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة منهم العدو كل فرقة يعني ايه يعني تبقى نصف العدو دي الفرقة لتقاوم العدو انها تبقى نصفه في العدد واضح فيفرقهم الامام فرقتين فرقة في وجه العدو تحرسه وفرقة تقف خلفه خلف الامام يعني فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة يعني لو صلاء ربعية بيصلوها قصر ركعتين في الصورة دي حيصلي الامام بنصف الجيش ركعة كويس وبعدين يقف في الركعة التانية هم يخلصوا ركعة ويسلموا والامام في الركعة التانية مطول لحد ما دول يخلصوا الركعة اللي عليهم ويمشي يقفوا مكان اللي وقفين ودول يرجعوا يقفوا صفوف يصلوا مع الامام الركعة التانية واضح؟ والامام لسه كان واقف مستنيهم فيصلوا الركعة التانية مليئة الامام يقعد يقرى التشاهد يقوموا هم يجيبوا الركعة اللي عليهم والامام يقعد مستنيهم لحد ما يعود يقرى التشاهد ويسلموا يسلموا خلف ايدي كيفية في امت بقى الطريقة فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم بعد قيامه للركعة الثانية تتم لنفسها بقية صلاتها وتمضي بعد فراغ صلاتها لوجه العدو تحروس وتأتي الطائفة الاخرى التي كانت حارسة في الركعة الاولى فيصلي الامام بها ركعة فاذا جلس الامام للتشاهد تفارقه وتتم لنفسها ثم ينتظرها الامام ويسلموا به وهذه صلاة رسول الله بذات الرقاع لما راح يواجه غطفان نحق بالنجد بذات الرقاع ولم يتم لقاع على فكرة لان غطفان اما شافت النبي خرج خافوا وروح لكن ايه خروج النبي كان مهم لان مرة على كل القبائل اللي كانت عايزة تتربص بالمسلمين وررهم قوتهم فكله خاف بطل ايه واجه وهذه صلاة رسول الله بذات الرقاع سميت بذلك لانهم رقعوا فيها راياتهم وقيل غير ذلك والثاني السورة الثانية ان يكون في جهة القبلة الامام بقى العدو في جهة القبلة كويس في مكان لا يسترهم عن اعين المسلمين شيء وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم فيصفهم الامام صفاين مثلا يكون في مواجهة لكن مفيش ايه التحام الالتحام دي اسمها السؤالات شدة الخوف لكن في مواجهة لكن مفيش التحام واضح وفي المسلمين عدد كافي يقوم الامام يصلي بيهم والجيش كله وقف وراه وهم واجهة العدو العدو طول ما احنا بدينا اللي هو نوشه خايف مننا يروح الامام راكع يركع نص الجيش وراه الجيش الصفوف الامامية اللي خلف الامام تركع ورا الامام وتسجد ورا الامام والتانيين وقفين يروح الامام قايم للراكعة التانية يروحوا ايمين دول كويس يروحوا التانيين اللي مراكعوش يركعوا ويسجدوا ويقفوا تاني يحصلون في الراكعة التانية والامام ما يركع للراكعة التانية ويسجد يايه يسجد ويقعد ويتشاهد وهم يقعدوا معي يتشاهد ومخير الامام انه هو يسلم او ينتظروا كلهم لحد ما التانيين يجيبوا الراكع ويقعدوا ويسلموا كلهم مع بعض يختاروا على حسب ايه على حسب شدة بقى ايه الحرب يعني هل فيه يعني مجرد مربطة فقط ولا فيه قرب الكحام او فيه حسب بيسموها الجيش الحالة بيه ولا الحالة جيم ولا الحالة الف على حسب بقى ايه يعني شدة ايه المسألة والتاني ان يكون في جهة القبلة في مكان لا يسرهم عن اعين المسلمين شيء وفي المسلمين كاثرة تحتمل تفرقهم فيصفهم الامام صفين مثلا ويحرموا بهم جميعا فاذا سجد الامام في التركعة الاولى سجد معه احد الصفين سجدتين ووقف الصف الاخر يحرصهم فاذا رفع الامام رأسه سجدوا ولحقوه ويتشهد الامام بالصفين ويسلم بهم وهذه صلاة رسول الله بعصفان او عصفان وهي قرية في طريق الحج المصري بينها وبين مكة مرحلتان سميت بذلك لعصف السيولي بها الثالث ان يكون في شدة الخوف والتحام الحرب اثناء بقى الالتحام هو كناية عن شدة الاختلاط بين القوم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض فلا يتمكنون من ترك الكتال ولا يقدرون على النزول ان كانوا ركبانا ولا على الانحراف ان كانوا مشاه في الحالة دي حيصلوا الى غير قبلة ويصلوا منفردين بلا همام في حالة شدة الالتحام فيصلي كل من القوم كيف امكنه راجلا او ماشيا او راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها ويعذرون في الاعمال الكثيرة في الصلاة ضربات متولية لدرجة من ضمن كيفيات شدة الالتحام ان يقول ايه ناويته صلاة الظهر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم خلص الصلاة الى هذه الدرجة من ضمن الكيفيات لو كان الالتحام شديد اوي واضح اذا كان الالتحام اخاف يقول ناويته صلاة الظهر الله وعجبه يقرى السطح وبعدين يركب بالايماء اذا كان يسمع ويزجب بالايماء لا الالتحام ستد يسلم وخلص الصلاة او يرى التشار ويسلم وخلص الصلاة او الالتحام الشديد اوي يجيب ركعة تاني بنفس الكافية وهكذا يبقى كل حاجة على حسب شدة الالتحام وغيرها فهي اواردة عن النبي حوالي ستة شر كيفية ويبدو انها ليست على سبيل الحاج ولكن على سبيل تعليم الناس عند الحاجة كيف يتصرفون والله تعالى اعلى واعلم ونقف بعد كده على ايه ما يحرم على الرجال من لبس الحرير يوم السلساء القادم ان شاء الله فيه سؤال متعلق لموضوعي النهاردة يبقى يتجوز ويخلص اذا انجلت الشمس اثناء الصلاة او انجل القمر يتجوز وينتهي من الصلاة علشان يدي فرصة للخطبتين لا خطبتين واحدة يعني اذا اكتمعوا مع بعض يبقى يكتفي بخطبتين اه يدخلوا مع بعض يدخلوا مع بعض لا لا فاقيموا الصلاة على وجهة الاكمل اللي اهتأتي الصلاة الجديدة اه حتى على الصلاة تلك حتى على الصلاة تلك لو في الصلاة تشوف ولا تبطلوا اعمالكم وربنا حيقبأ لالك كاملة اللي تعتبرها بطلة لا هو ربنا مصحح حالك هو انت هتدخل بعملك اصلا انت هتدخل الجنة اصلا برحمته الصلاة الجسوف لو واحد لسه داخل في القيام الثاني من الركوع هم لا خلاص تتحسب له ركع تتحسب له ركع لا تتحسب له ركع اه خلاص تتحسب له ركع يعني لو ادرك الامام في الركوع الثاني الثاني تتحسب له ركع اه تتحسب له ركع بخلاف بقى صلاة الكسوف لو امام في صلاة عادية ركع وقال سم الله من حمله وبعدين نسي فارى الفتحة تاني وارى صورة تاني وبعدين ركع تاني ركوع ناسي فانت ادركته في الركوع الناسي اه دي ما تتحسبش ركع خلت بالك حتة حلوة دي ما تتحسبش ركع على ان ده ركوع اصلا نسيان ساقط بخلاف صلاة لسه اذا ادركه في صلاة الاسفاق او صلاة الاسفاق يعني اذا ادركه في ركع الثانية ما في صلاة الاسفاق يقضي يقضي مساته ركعة الاولى بنفس كيفية لا هو ان يفعل ذلك ان يقضي ركعة اللي فتاته بكيفية المعتادة ان لها ركعة عادية او انه يعمل ركوعين وقيمين لا هو ان يفعل ذلك لا بأس لدرجة ان ورد بعض الحديث انه لو طال الكسوف له ان يجعلها ثلاث ركوعات واربع ركوعات كمان على حسب مطول الظاهر ولكن العمل على خلافه لكن وردت الحديث موخي بقى لك زي برضو في تكبيرات الجنازة وردت الحديث انها خمسة وستة وسبعة وثمانية موخي بقى لك كلما كان انسان يعني ايه الناس بتحبه وكان رجل صالح تزود التكبيرات عليه لكن على كده استقر عمل الامة على انها اربع تكبيرات في كل المسلمين سواء رئيس او مرؤوس مشهور او مغمور صالح او طالح كل اربع تكبيرات استقر الامة لا مش شرط يجيب الراكعة الثانية بقيام واحد بقيام واحد وركوع واحد عشان يسمع الخطبة ايه طالما نسياء ناسي لو قام الامام لخامسة وانت ادركته وهو يصلي الخامسة الصلاة بتاعتك بالنسبة لك انت صلاة صحيحة وبالنسبة لك ركعة كاملة بالنسبة لك انت ركعة كاملة واخد بالك لان انت اصلا مش بتتبعه فيما في الخطأ انت ادركت واقف بيقرأ لكن مين اللي هو تبقى صلاةه بطلة لو هو متذكر انها الخامسة وكان مع الامام وامل الخامسة قال فالامام واعلم انها خامسة هنا تبطل صلاة واخد بالك بس فيجوز امامة يعني المسبوق بالامام الناسي بالامام الناسي يعني انا ادركت الامام ركعا وانا معرفش ان الركوع ده كان ركوع نسيان محسوب لي ركع وكملت صلاتي ومشيت محسوب لي ركع لكن انا وانا بس ادركته في الركوع ده وقمت اكمل سمعت الناس بتتحور بعد ان الامامة ايه مسلم فوصلي علم ان الركوع اللي انا ادركته فيه ده كان ركوع زيادة والناس اتخنقت مع الامام وبتقول له انت كده ركعت لو كيتيه اركوعين يبقى انا هنا ادركت في الحالة دي ما تكسيب ليش ركعة وايه واجيب اربع ركعات كاملين ما جيبش بقى ثلاثة ما بنيش على دي لانه وصلي العلم لكن افرد انا ما وصليش العلم خلص لان انت مسؤول عما تعلم زي لو صليت خلف امامه وهو مش متوضي ظمن منه انه توضي واخد بالك وصلى بالناس والحمد لله وروح بيته تذكر انه ما كانش متوضي صلاة المأمومين صحيح ومش مطلوب منهم يطلبهم على المحمول والموبايل وبيعت لهم مسجاد عيدوا صلاة مش مطلوب منه خالص هو مطلوب يعيد صلاة نفسه بس ومش مطلوب يخبر كل الناس واضح طالما تذكر بعد الانتهاء من الصلاة تماما لكن لو تذكر انه مش متوضي اثناء الصلاة مش يسلم ده يتوجه للناس يقول لهم يا جماعة انا مش متوضي مش يستخل لان هي مدخروش في الصلاة اصل ده يستخلف امتى لما ينتقد وضوءه في اسماء الصلاة يبقى اللي فات كان متوضي لكن ده هو تذكر انه هو دخل الكابيني وما توضيهش تذكر تماما وهو في الركع التالت يبقى اللي فات ده كله ايه ولا حاجة هيسلم ليه بقى ما هو مش في صلاة اصلا واخد بالك ازاي فيروح يلتفت لهم وقول لهم يا جماعة لمؤاخذة انا مش متوضي نسيت بس وخلاص يروح الناس ايه الناس لا مش هيضربوا ولا حاجة حصلت معايا حصلت معايا انا انا بخرج كل يوم متوضي متعود على كده مرة من المرات كان عندي معاد يعني ايه استعجلت لان قمت متأخر اوي فروح تنزل مش متوضي وجيت روح في المستشفى واقف في القبلة بصلي بالناس صلاة الظهر كالعادي وقالين الله واقف انا بقرى الفتحة افتكرت ان انا نزلت النهاردة مستعجل ومش متوضي روح تلافف كده يا جماعة انا مش متوضي معاليش معاليش وقال رحت ايه دخلت واحد وقلت له بتادي صلاة من اولوجي روح تتوضيت وحقتهم في الركعة التانية ما اجراش حاجة هان ولا اتخنقوا معايا ولا زعلوا ولا حين حتى في الرابعة لكن لو انا افتكرت بقى اشوف لو انا افتكرت بعد ما سلمت والناس طلعت وخرجوا من المسجد ويبقى في الحالة دي اعمليه انا حط وضى وعيد صلاتي بس والناس دي كلها صلاتهم صحيح فهمت بقى المسألة والله تعالى اعلى وعلى طبعا ياجوز فيها الجماعة والافضل لانفرور لكن لو صلتها جماعة مفشح افرر انت بتصلي صلاة الظهر الراتبة في بيتك ووالدتك ولا زوجتك قالت لك انا ما صليتش هصلي خلفك الفريدة صحت ولا ما صحتش طبعا كده او لأ خلو انت اصلا من الشباقة مش عارف لان انت ما كنتش مع الامام من اول صلاة انت ما انت ما كنتش معاه من اول الصلاة انت لو متأكد انه قايم لخمسة ما تقومش معاه انو المفارقة وكمل لنفسك لو انت متأكد ان هو قايم لخمسة او لسادسة او لربعة في صلاة ثلاثية لو متأكد ما اتبعوش فيها وتاني المفارقة وتكم صلاتك على ما انت عليه والله تعالى اعلى وعلى غلط حرام ما دي غرامة دي غرامة غرامة عليك لكن مش معنى كده انه مباح ليك شوف ما يحرمه في الابتداء قد يجوز فيه الدوام يعني هو يحرم في الابتداء انك تبني تقيمتني ازاي وبعد ما دفعت الغرامة يابا ما تهدش ها ايه لانه هيؤدي الى اتلاف الماجي يعني انت اصلا كان الاولى بيك ان لا تقدم على هزم الاصل اقدمت وحينبني على هذا اتلاف للمال وخراب بيوت والشرع مش عايش خراب البيوت فيقول لك خلاص ما تعملش كده تاني ويدفع الغرامة وما تعملش كده تاني تقول توبته الى الله الشرع بيقول كده يعني ما يحرم في الابتداء قد لا يحرم فيه الانتهاء لما ينبني عليه من مدره اشد واضح بس والله تعالى عليهم بك في كسوف ها بك في كسوف لشنس لا بس مش في مصر اه اه مش عندنا سبحانك الله ومحمدك وقت الظاهرة في بلدك اه طب